من لا يملك يعطي من لا يستحق هكذا بدت الأمور في محافظة نينوى بعد انتهاء المعارك فيها فأصبحت المحافظة مشاعا للميليشيات التي تمنح الجهات التابعة لها الأراضي الزراعية والعقارات بدون وجه حق بعد انتهاء عمليات تحرير محافظة نينوى في 2017 بدأت بعض الجهات التي تسحف إلى محافظة نينوى وتهيمن على واقع محافظة نينوى تسغاديا سياسيا وبدأت ضيولها تستولي على أراضي محافظة نينوى وتشكلت جمعيات ما زل الله بها من السلطان ليست لديها موافقات وأيضا لديها حماية من بعض الجهات المسلحة استطاعت أن تستولي على هذه الأراضي جمعيات لا يعرفها أهالي نينوى تتبع للميليشيات تتولى عملية السطو على الأراضي السكنية وتقسيم الأراضي الزراعية وبيعها على أنها سكنية في مناطق مختلفة من نينوى وخاصة في مركزها الموصل تحت أنظار المسؤولين والجهات الرقابية الكل يعلم أن هناك جمعيات دخلت إلى محافظة نينوى واستولت على العديد من الأراضي الزراعية وقاموا بتقطيعها وبيعها إلى المواطنين وكذلك تم تحويل عدد من هذه الأراضي الخضراء والزراعية تحويل جنسها إلى سكني رغم أن هذا مخالف للقانون لا يتم تحويل الأراضي الزراعية أو الأراضي الخضراء إلى جنس سكني ولكن لا نعلم ما هي الطريقة التي استخدمتها هذه الجمعيات مئات القطع الزراعية المميزة التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين تم توزيعها بسعر رمزي جدا لأشخاص من داخل المحافظة وخارجها عبر الوساطات والنخوذ والعلاقات الشخصية خفرة النصب واحتيال وجهات متنفذة بالدولة وجهات دخيلة جت على محافظة نينوى وتقطعها إلى أراضي الزراعية وتبيعها للمواطن المسكين المغلوب على أمره وبغياب القانون يصبح الطرف النافذ هو المستفرد في كل شيء بمحافظة نينوى فيستولي على أي أرض يريدها ومن يطالب بحقه المسلوب من المواطنين الضعفاء فإن تهمة الإرهاب جاهزة لمساومته بين أرضه وحياته